الإشكالية إنها تختم عغين مهدى بالإنقراض على خاطر البوليوسيون موجودة في البحورات المتاعنا والبلاستيك واللواعي بتاع برشة بحارة زاد الناس ما يعرفوش أهمية التوازن البيئي كما كنت نحكي لولاد صحابكم من باكريكا والكلها أراهو الفكرونة هادي تعيش في البحارة القريبة خمسين عام هاكا الفكرة أنه هي الداوي وتعاون المرابج تجيب الصغير وتعاون الراجل بشي يولي قويه وكذا كلها فكرة خاطئة للأسف وأشرب لدم وكلها هي كلام الغالب معناها ميم نعم أنا مغرومة برشة باللتوغتو ماغين واللتغيس وجدت فرصة متاع فورمسيون وعملينها الجمعية جمعيتنا عرفت على النشاط متاع مشنوة بالضبط وعملت معاهم فورمسيون عرفنا أنواع الموجودين في البحار متاعنا نعملوا حملات في الصيف زاداك المصطفين الزايرين متاع الشاط وديما نخرجوا معا والبحارة والأطفال متاعهم بش يعرفوا كيفاش نعملوهم دي فورمسيون كيفاش يتعاملوا مع التورتو كيف يلقوهم معناها حاصلين في الشبكة ولا كي يلقوا التورتو مثلا بالعاس النارة كيفاش يتعاملوا معاها وديما نوعوهم بأهمية السلحفات في التوزن البيئ كل مرة يكلمنا بحارة ويقولنا رأوا فما لقينا فاكرونة كذا بش نسجلوها عنا أبليكاسون هي اسمها إيتورتل كيف نلقو أي فاكرونة نسجلوها نسجلو الكوردونية بتاعها العمر أببري شنو النوعية بتاعها بش هذي كتنجم تعاوننا بعد حتى في البحث والدراسات حني تواصلنا هنية بش نعملو لها المعاينة إذا جدت فرشكة هي السلحفات معناها أطرية وكذا ناخدوا منها عينة ونزولها للسيام أو ماعد اللي هو ماعد علوم بحار في قابس أو في المنستير واكلية العنوب بسفاقس وإذا هي مايش فرشكة زي الحالة متعتو بش نعملو القياسات ونعملو وبعدين نقوموا بإيواقها معناها في التراب محبا نشجع الناس في رتو بش يدخلوا للجامعيات كالكو سواء جامعيتنا ولا أي جامعية أخرى معناها خاطر فريمان حاجة نستحقوها تو وتساعدنا حتى في المستقبل اشتركوا في القناة